السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليز دواليد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى آخر اليوم راح تشوفوا معي وصفة بزاف تشاهي اللي هي مطلوعة محشية هات المطلوعة يعني راح نخدمو العجين ونحشيوه ومن بعدها راح نطيبو هاكي المطلوع راح تجيب بزاف بزاف بنينا نبالي راح تعجبكم ونخليكم تشوفو الوصفة نبدو فطريقة تحضر اول حاجة راح نحضرها هي الحشو العجينة السهلة نحضروها مبعد دي راكتا راح نبدو نشكلو فيها بس ما الحشو نبدو فيه هو اللي اول درت شوية زيت في المقالة هنا عندي حبة تعبصل تكون يعني كبيرة شوية مقطع بها تشكلها راكم نشوفوه فه نحطها في الزيت نقليها شوية غير نشوفها بدت تدبها راح نزيد لها كمية تعل الحم الحي اهنا انا خدمت حندير الحشو تاعي بالحم الحي تقدوا تديروه بالجاج المرحي ولوش حبيتون تومه احندير لا فرص بالحم الحي عندي كمية راح نزيدها دوكا نزيدها ونخلطها مليح تاوين تتحلي مع هدك البصل وما تقعدش يعني مكورا هكذا هكذا الحم تاعين حليتوا مليح مع هدك البصل دوكا راح نزيد لول ليزي بيس راح نتبلوه غرب الفلفل الكحل وبيانسر عندي الملح راح ندير هدوكا راح ندير الملح وش الفلفل الكحل ومبعد نخلي الحم تاعي طيب حتى وننشوف الماتاعه ويطيب يعني خلوه يطيب ملح باش نطفي عليه الحم تاعي هنا راهو طابة نطفيتها له النار دوك ننحها ونخليها بجيها يبرد وما بيتنا وحو نحضروه العجين ما قادر تاع العجين وش عندي؟ عندي كمية عفارينب مكاش كمية محددة خاتش حنطمو بها العجين عندي كاس تاع سميد لارطب عندي كاس تعمى يكون دافي عندي نص مغرفة كبيرة تاع سكر نص مغرفة كبيرة خميرة الخبز وعندي مغرفة صغيرة تاع الملح وثلث مغرفة كبار تاع الزيت نبدأ ونحضروه في العجينة هنا راح نخدم العجينة تاعي في البيت عندي كاس تاع المادافي نزيد له الخميرة تاع الخبز ونزيد له السكر راح نزيد معهم تانيك الكاس تاع السميد لارطب نخلطهم ملح بالفوق ولا بمغرفة وراح نغطيهم بعد الخالط هاد ايه نخله يخمر 11 دقائق شوفوا انتم احتمين ضعف الحجم تاعو باش نعودون نحلو عليه ونخدمه اوليك بعد ما خمر لي هادا كل الخالط اللي كنا نقدرناه نزيد له الكمية تاع الزيت اللي هي هات التمغرف كبار ونبدأ نزيد له بانسر الملح تانيك راح نزيده له هنا تقدروا تديروا الملح دير اكتوهم يعني بلما تديروا الفاينة باش تديروا الملح خادش الخبز هاته مش هنخمروه ولا نسحقوه خمر يعني كي طيب ما ماذا ما تفعلش الخميرة ولا نقصت هاتك التفاعلتها النورمال يعني مش هي كما المطلوع اللي نسحقوه خمرنا بسه نزيد الفاينة تانيك ونحطها في البعترة ونبدأنا نعجن فيها ونشوف اذا خصافها نزيد واذا شفتوها راهي القاومتها ملح يعني تكون طريه وما تكونش تلسق بزاق في اليد وما تكونش يابسها بانسر خلوها تتنى عجنة نخليها في البعترة عشر دقائق انتوما عجنها واحد خمس دقائق باليد ايك فيها هاي لك بعد مما تعجنت الليل عجينة ملح انا نحب استعليها البيترة دوكا راح نحيا بانسور نستعمل الفاينة شوية باش ما تلسق ليش في اليد النحيا هون نحطها فوق البلون طرفاي ومبعد راح نديرها شكلها حربوش ونقسمها على الاربعة يعني الكمية اللي مديتها لكم راح تعطيني زوج مطلوعات زوج خبزات مطلوع نقسمها على الاربعة باش وحدا نديرها من تحت طبقة من تحت وحدا لاني روها طبقة من فوق نكور ملاح الحبات هادوما ونرش الفاينة بجيها يعني وين في البلون طرفاي تعين نرش شوية تعفارينة ونحط هادوك الكوائرات اللي نشكلهم باش ومبعد نبدأ ننحل فيهم بالوحدة دوك نعاود نقول لي الكوائرات اللي كنت شكلتها نبدأ بها اللي نحلها نرش الفاينة نجيب لحلال تاعي ونبدأ نحل في العجينة هادية نحلها ونرققها ملاح السمكتها هيكون واحد ثلاثة ميليمات راكدك في ما جيناش الخبزة بزة فخشينا من الداخل عقدة بعد ما كملت حليت العجينة تاعي راكم تشوفيها يعني على هيرقيقة راح نجيب بابي كويسون يعني حي عاولنا بزة في الخدمة البابي كويسون نحي زيادة على الفانينة هادوك ونحط البابي كويسون تاعي ونرفض العجينة هادية اللي كنت حليناها ونحطها في هادوك البابي ومن بعد راح نبدأ نعمر فيها بالحشو اللي كنا درناه بانسور الحشو نماش هندير غير هادوك الحمرحي اللي كنا درناه اللي طيبناه راح نزيد البطاطان دي بطاطة اللي كنت قطعتها مرباعة وقليتها راح نزيد لها تانيك لسوس ميزون سوس ميزون كنت شاركتها معاكم شحال وشحال من خطرة راح نحط لكم رابطتها حال تحتها في صندوق الوصف اللي يحب يحضرها ولا تقدروا همام تشيروا تديروا ديركتور ما يعني اللي سوس ميزون اللي يتباعوا وراح نزيد تانيك شوية على الفرماج رابي اللي اللي راح يزيدناه في البنات على المطلوعها هادية نجيب هنا الحشوة على الحم اللي كنا حضرناه راح ندير نص الكمية هادية في هادو الخبزة ونخليه نص تاني للخبزة التانية وكما قلت لكم هنا تقدروا ديروا الحشوة تاعكم بالجاج دا حبيتوها بالجاج تقدروا مام تديروها بالطوم اذا ما حبيتوش شروا الجاج واللحم هاداك الطومات يجيب برين بساف المطلوعها هادية نديرو هكدا فوق ديك البطاطا وبعد ديرو لاصوس ميزون وديرو تانيك الفرماج رابي جي تانيك هايلة هنا ندير لاصوس ميزون كتر شوية باش مجيناش نطلوعها من داخل الناشفة هكدا تكميها مليحة ونبعدها نزيد ندير كمية مليحة تانيك تاع الفرماج ارابي هنا كنت حليت طابقة تانية رح نديرها من الفق حليتها سيت كيفاش نحلها القيس تاع الطابقة اللولى اللي درناها وراح نرفدها ونغطي بها هذيك الطابقة اللولى مع الحشو اللي كنا درناها اولا ونغلق مليحة على الجهة هذيك اللي يكون العجين اللاسق مع العجين نغلقها مليحة ونبعد ما اشح نديرها هكداية ما جيش شاباك ينديرو هكداية رح نقلب دوكتوف هذيك العجين الزايد له خارج نقلبه على الطبقة اللي راه هذي طالعة يعني وين درنا الحشو دوكتوفاك ده رح تخرج لكم الخبزات المطلوعة عكم تجيكم كامل مستوى واحد وهذيك الطبقة يعني الجهة اللي تكون فيها العجين هذيك تكون معمر عجين يعني واحد ما ياكلهاش ياكل غير من جهته ويني يكون الحشو هاكدا بعد ما كملت غلقت كامل هذوك الحاوف هذوك سقمتهم ملع المقلة هني حطها فوق النار عندي مقلة هذيك شيء تقيلة ولا تديرو الطاجين كما حبيتو رح ننفد المطلوعة عتاعي بالبابيكويسون نحطيه ديم التحت وبعدها رح نقلبها فوق المقلة هذيك اللي كنت حطيتها فوق النار على نار تكون متوسطة رح نقلبها وننحل هذك البابيكويسون من الفوق وراح نكمن نحل به الخبزة التانية على المطلوعة وراح نسقم شوية المطلوعة عتاعي هكدا يبيت دي وراح نخليها الطيب احتوي نشوفوها الطبقة اللي من تحت تحمر التملح باش نقلبها على الطبقة هذي لين بالفوق نخليها تانيك تزيد طيب حاقده رح نخليها تزيد تحميرها كما هادية اللي تحمرت لنا من الفوق ونبدأ نحياء مباشرة يعني اذا حبيتوا تحمروا هذوك الحاوف هذوك حمرا ما حجيكم صعيبة تخافوا تقطع لكم للعجينة ويبدأ الحشو يخرج وانتوما وحبيتوا تحمرها محمروهم رح نكمل دوكان طيب المطلوعة التانية ونشوفوهم واجدين مطلوعة محشية اللي كنا حضرناها هاي اللي قدامكم اراكم تشوفوا فيها شحل تشه يجي بزاف بنينا يعني تجي تشباه تعمر الكرش كما نقولوا ان شاء الله الوصفة هذية تكون عجبتكم ماذا عجبتكم باتنساوش تديرونا جام تابوني وتفعلوا الجارس باش يلاحقوكم الوصفة توعي تلقاووا الانستغرام لقروب فيسبوك ولاباش فيسبوك تاعي تحتها في صندوق الوصف تدخلوا وابوني ولتم لحقنا نهاية الوصفة ما بقى لين نقول لكم تهالله وفيروحكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة